مرحبا بكم جدا مشاهدين الكرام مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يزداد تعرض الكثير من الكبار والصغار للإنهاء الحراري الأمر الذي ينجم عنه أعراض مزعجة قد تكون خطيرة في بعض الأحيان إذا لم يتم علاجها على الفور نتعرف أكثر مشاهدين الكرام كيفية الوقاية من ضربة الشمس والإنهاك الحراري وعلاجها من خلال الفقر التي عدت لنا الزميلة عبير النقبي ولنا عودة سريعة إن شاء الله حياكم الله مشاهدين بفقرتنا لليوم في بيتنا مريض التعرض للحرارة لفترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى أمراض وأعراض مختلفة ذات صلة بالحرارة والتي تتراوح ما بين الإنهاك الحراري وضربة الشمس خلونا نتعرف مشاهدين على تفاصيل أكثر في هذا الموضوع مع الدكتور علاء الدين محمد طبيب طوارئ بمستشفى الجامعة بالشارقة موسيقى هو حضرتك موضوع جد مهم وخصوصا أننا في أحار في صور الصيف ودرجة الحرارة كل الناس بتعاني درجة الحرارة المرتفعة بتحدث الإنهاك الحراري وبيحدث تعرض المشاكل دي هو الجسم لما بنتعرض إلى درجات حرارة مرتفعة لفترات طويلة لأنه الجسم في الأول بيقدر أنه يتعامل مع درجات الحرارة شواء الجو المحيط أو حرارة الجسم بالتعرق لما بتزيد الفترة وتبقى الفترة طويلة بيعجز الجسم بيبدأ درجة الحرارة الداخلية للجسم ترتفع بيبدأ المريض أو المصاب يحس بصداع بدوار بيحس دوخة زغلالة في العين ميل للقي أو تقيق بعد كده بيدخل فيه التشنجات ممكن يحصل أنه يفقد الوعي في الحالات الشديدة الفئة الأكثر عرضة اللي هما سهل جدا أنهما يدخلوا فيه فقد سوائل بسرعة سن الصغير جدا أطفال يهم جدا خصوصا أنهما بيلعبوا ممكن في درجة حرارة مخدوش بالهم الكبار السن والمرضى أمراض مزمنة دولهم أكثر الفئة العرضة يعني للتعرض إلى ضربات الشمس والتأثر بيها وزهور الأعراض عليها هي فيه معدلات من تبقى درجة حرارة غير طبيعية للجسم يعني فيه درجة حرارة الجسم من 36.5 إلى 37.4 شهرات أكثر من كده بتبدأ تظهر ترتفع درجة الحرارة وكل ما ارتفع درجة الحرارة خصوصا اللي هي بعد سن بعد درجة حرارة الأربعين أو بتبدأ الانهاك الحراري طبعا بتبقى الصدمة وكده بعد الـ 41 درجة مقوية إذا خد العلاج في الوقت المناسب وحصل أنه هو قدرنا في وقت بسيط أنه هو ينزل درجة حرارته ما بيقاش فيه مضاعفات إنما المشكلة أنه هو خصوصا درجة زادت درجة الحرارة عن أربعين درجة وفضلت لفترة طويلة بيبدأ يتأثر وإصابة لأجهزة الجسم الحيوية الكلا، المخ، نفس كمان العضلات وبتبدأ تتكسر وتظهر وتطلع منها بعض السموم اللي بتأثر حتى على الكلا وممكن يؤدي إلى فشل كلوي وإصابة دماغية وكده الأسعافات الأولية بالنسبة أنه هو لعب في الحوش ولا تعرض درجة حرارة ولقيت الولد أو الطفل عندي درجة حرارته عالية لازم أن أنا بشير من عليه الملابس بتاعته بحاول أن أنا أعرضه إلى طيار بارد مروح عندي في البيت بياخد دوش بارد وبحط عليه سوائل باردة بيشرب الكثير مهم جدا من السوائل ومن المياه الباردة بعدها إذا حرارته بقى كويسة ما فيش ما تعرضش إلى ما كانش فيه أعراض ظهرت عليه من صداع من تقيق بيبقى كويسة إذا فيه بدأت فيه تقيق فيه صداع شديد فيه زلالة في العين يفضل أنه هو يروح يشوف طبيب يعني إذا المشاهدين مثل ما عودناكم في ختام فقرتنا نقدم لكم نصيحة أخيرة فينبغي أخذ الاحتياطات اللازمة عند الخروج في درجات حرارة عالية مثل ارتداء ملابس فرفاضة باردة وشرب المزيد من السوائل لتجنب حدوث الصداع ولحفظ توازن الجسم إلى هنا وصلنا للختام شكرا على حسن المتابعة والآن لنا عودة مع زملائي في الاستيديو شكرا على حسن المتابعة